سلام عليكم فتيات و رمضان مبارك سعيد كنت أتمنى تكونوا بخير ولا خير في أحسن الأحوال أشنو لكي يحتاجوا الناس بزاف فهذا رمضان هي الورقة وخصوصا بعض المناطق اللي بعيدة عن المدينة ما يلقوهش فيها وحتى المكونات ديالها كينين في جميع البيوت كما كتلاحظوا قدر تزلعفها مع مراش ديال فرس وكملتها بسميدة وضفت لها واحد المعيلقة كبيرة ديال زيت نباتية وشوية ديال الملحة غد نخلط كل شي بالماء غد ندير في اللول زلافة عامرة ومن بعد غد نزيد بشوية بشوية حتى نحصل على القوام اللي بغيت عادة الورقة كيكون فيها غير الفرص ولكن أنا فضلت نضيف لها شوية ديال سميدة باش تكون بنينة أكتر وممكن تعوضيها كدلك بالفينو وحتى بنسبة لتقرمشة اللي كيكون فيها سميدة كتحافظ على تقرمشة ديالها أكتر غد نطحن شوية الخليط اللي حصلت عليه في الهاشوار ممكن تستعملي الكيس ديال مولينكس أو أي طحان عندك بخلاف العجينة اللي فيها غير الفرص ممكن تكتافي غير بالطرر باليدوي هنا غد نطحنها غير واحد جوش تقايق ولا ثلاثة كافية باش تعطيني واحد العجين اللي هو أملس وهذا هو القوام اللي كان حصل لليها من بعد مطحنتها ده عجين أرطب أملس وجاري كنغلف العجين ديالي يكون خليه يرتاح واحد ثلاثين حتى الخمسة وربعين دقيقة قبل ما نبدأ نطيبه ودبا ندوز الطياب فوق حمام مائي غادي ندير واحد المقلة اللي مكتل الساقش داروري تكون مكتل الساقش وغادي نداخد واحد البونجا يأما اللي بحالة تشكل واغي البونجا ديال ترهام غادي توفي بالغارد وكان بقاندوزها فوق المقلة مكوش ليشي واحد راها ماشي صحيه أولا مغسوله مزيان ثانيا إلا كنت كتستعمل الشيطة فبحالبحالبحال أما إلا كنت كتدر بها بطريقة تقليدية هكا ممكن نقولك بأنها هاديك صحيه الميزة ديال هاد البونجا هو أنني كن أبليك العجينة ديالي ضغية ضغية وكي ما لحتو غي بدات كتقل عليها حيتا وديوك كي ما قلت لكم راهماش ما تخافوش منها حيتيا ما كتعرضش الحرارة كبيرة باش غادي تطلقها ديك المواد دياله وممكن تستغني على الحمام المائي ولكن تديريها فوق عافية مهيلة بزاف بحال شمعة كتخليها فوق العافية كتسخن وكتحيديها وتأبليكي هاد العجينة بالبونجا ديالك عاد ترديها فوق العافية بشطيب وهذا هو الشكل ديال العجينة ديالنا من بعد ما طابت حتى الدهين محتاجيتش ندهنها ولكن كنت كنغطيها أشك فوا كان حط ورق فيديو قادم إن شاء الله غادي نصاوب لكم بها البسطيلة باش شوفوا كيف جيت كانت مني يكون أعجبكم الفيديو خليتكم في أماني له